الحمد لله يعني طبعاً اللعب يبقى موجود في وضع تكريم ده حاجة كبيرة وأكيد اللعب يبقى مبسوط بها فأنا مبسوط بحاجة زي كده وأكيد حاجة بتدفع لوحد النواي يعني يقدم أكتر عشان الوضع تبقى موجود ده مش تبقى موجود فيه يعني طول حياتك وفاطر اللي انت بتعب في كورا فلما تبقى موجود في تكريم فده حاجة كبيرة وحاجة الواحد بيتمنيها ودائماً تبقى فاكرها في فاطرتك اللي كنت تلعب بها فالحمد لله أنا مبسوط بالتكريم ده وبتمنى إن شاء الله أن أبقى أقدم حاجة كويسة وبقى عند حزن رزال للناس يعني إن شاء الله أنا بستعد طبعاً ده أن أبقى أقدم يعني شغلي بشكل كويس في النادي عشان دائماً أبقى أجاهز وأبقى مؤهل بشكل كويس وطبعاً بعد كده إن شاء الله الواحد لو موجود إن شاء الله في المتخابي يبقى يبقى جاهز فنياً وبدنياً ونفسياً أنا بجاهز بشكل كويس وأقدم حاجة كويسة بإذن الله